السلام عليكم كديري لبس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال او صحة جيدة ان شاء الله معكم ناديا من ناديا السابب مرحبا بكم معايا فيديو جديد او وصفة ديال الطاجين غير بالخضراء بلا لحم بلا تشي حاجة كي يجيب بنين بنين الواحد الدراجة اللي هي ما تقدروش تصوروها واحد اللي بنا غزالة بالنسبة للناس لي ما تيكلوش اللحوم وحتى شي مرة كيعيال واحد من الحم تيبغي غير خضيرة في الطاجين جربوا هاد الوصفة هتعجبكم اش غادي نحتاج فهاد الطواجين هادا سكينجبير شوية ديالت حميرة اللي هي البابريكا الخرقوم بلدي والبزار طابعة الحال مليحة عندي بنسبة الخضراء عندي خزو القرحة نديروا اي خضراء كتبغيوها اي خضراء متوفرة عندكم انا قطعتها طويلة على هاتشكل الفلفلة بحالها هكا طويلة الملوخية البطاطا عندي ديك صغيرة درت هادي عندكم بطاطا كبيرة قطعوها ومزاود ديال الحار مطابعة الحال عندي البصلة مقطعة دواور وبحالك توخديت بصلة كبيرة نص ديالها دواور ونص قطعتو جوانح عندي واحد البصلة مشلدة رقيقة عندي ما طيشة واحدة مقطعة دواور ما طيشة مقطعة رقيقة تومة واحد تلاتة دروس التومة واحد جوج مع القكبار ديال الرباح قصبور وميتنوس ملحة ونضيف حمارة الخرقوم ملحة نضيف حمارة ملحة 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 ضربة ملحة ملحة نضع ملحة ملحة أول نضيف جيدة نضيف جيدة لابد طاجين طاجين نضيف قبل نضيف نضيف تقريبا من نصف الشرمولة نضيف الخضراء نشحره جيدا نضيف الخضراء نضيف الخضراء نضيف الخضراء نضيف الخضراء أن نضيف الخضراء طبيب تجرب الخضراء ادخلار الح openness نقوم بالطبيعة سوف نضيف الخضراء نضيف الخضراء نضيف الخضراء الخراير في الجنب في الاستخدام الاستفاد بالنسبة إلى لاستخدام عليها انا ديال بللحم كي عجبني كانت ماماك الناس صغر كديرونا مرة مرة كي يجيفي واحد لبناه غزاله و انا ملقيتش اللفت كون لقيت اللفت كونزت هكت عطيه مادا قد غزالتي حمق مهم الخضره بصيفه عام وصفره كديرا كديروها وقديتوها ودرتو ديك الشرموله كل شي غيجيكم على حقه وطريقه هو هادا ندير البطاطا من الجنب بالنسبة لهذا التاجين ما نديرلوش لما نهائيا الخضره كاملة غادي تطلق الماء الى زدنا الماء غادي تمنجوا فيني تشرب ذاك التاجين الماء حتى الخضره ما تجمعوا فيها الفلفلاء هنا اللي بغي شويها اي شويها انا درس كل شي خضر باش كل شي اعطي الماضاق مع بعضه كي اللي كي شوي الفلفلاء عد كيديرانا شي مرة كنديران شوي صراحة شي مرة كنديراه بحلقه انا خلي شوي الملوخية باش تبعنا راكينا الملوخية فالطاجين درتها من الفوق ولا ممكن تستفوها تهيد دوروها مع خزو والقرعي لبغيتو كي ما كتليكم عندكم البطاطا الكبيرة هتقطعها طويلة وغا تستفوها مع الخضرات ديلكم كاملة انا هات صغيرة اللي كانت عندي فالدار تكشي قاع الخضرات اللي عندي فى طلاجة قدرس بها طويلة غادي ناخد ديك البصلة اسمحوا ليه ديك الشرمولة اللي بقات غادي نديرها كاملة من فوق ديك الخضرات باش ديك الخضرات كتجين بنينة والديدة ومن طبيعة الحال هات الشرمولة هاتي غادي تلوحت شوية دلملحة لديك الخضرات باش كتجينة ما باسلاش وكتجينة لديدة صافي هنا فاشغال لبسها كاملة بديك اللاصوس غادي نضيف من الفوق لانشل الزلافة وغادي نزيد شوية ديك شوية ديك الشرمولة وغادي نزيد مرة أكبر فش غادي تطعب اي شوية اهنا الطاجين كنديروه لعافية اللي هي مهيلة الوحد ترجمك تصويروش باش ياخد راح تشوف الطياب ويجينا بنين لحاجة لش هادنا عليها العافية رغمك تجيزوينة كل شي كيت تخطف وتحاجة مكتلاق مع ضاقها وكل شي ما كيتجزوين العافية للمهل واخه حتى الكوكوط غادي نضيف ذكال البصيلة المشنفى من الفوق انضيف مطيشة دواور حتى هي ممكن لابتو تمطيشة تقطعوها عرقيقة انا كيعجبني تجي دواور فاشكا طيب كتهبط كتعطي واحد المندر لي هو زوين نضيف مزودة ديال الحار اختياريا من طبيعة الحال انا الطاجين الى ما كان شي مزودة ديال الحار بحالا ما كينوالو نضيف شي شوية ديال الاربع من الفوق ونسدو على الطاجين ديالنا ونخلي وهي خض راحتو في الطياب من بعد ما طاب الطاجين كتجي واحد المريقة اللي هي خات راوزوينة والخضرة كاملة كتطيب كتجي كتدوب في الفم وكي يجي في واحد الماداق اللي هو غزال بس 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 انتمنىكم تجربوه وان شاء الله غادي يعجبكم كي يجي رائع جدا جدا وهكا وصلنا لنهاية الفيديو وانتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليومه وما تنسونيش في لي كومنت اغديالكم اولي لايك خليت لكم راح تلا فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة